مالحبا ولا وصلا فيكم بحلقة جديدة من جيم أم ضيفي بايد الحلقة صاخص عزيز على قلب وعزيز على قلوب كل محبي كرة السلية اللبنانية رزق الله زلعوم اشتقنا لك اشتقنا انطوني وينك عمشوفك عمشوفك انت دايما مضوة انت اللي مضوة بسم الله عليك كل الملاعب وكل المتوشة وكل لا انا ما انا قاعد بالبيت مدرستي عمشتغل وبس ما مرشي وعم نتابع على الأخبار بعيد عن الدرجة الأولى السنة لا ماني بعيد يعني بعيد بالأنه ما بمرن درجة أولى بس ماني بعيد متابعهم كلهم ما كان عندك عروضات السنة؟ عندي أجاني من برة في سوريا؟ ايه ما ما راحت ليه؟ ما بتدير الترك يعني نحنا ابني الواحد بأمريكا وأنا ونادين مرتس لوحدنا وجو يتجوز الله يخليهم صعبة السفرة ما بدي ضل هون ما بروح بس قدر خلينا اقول اتعافض على نفس نمط العيش حتى لو كنت بعيد عن الدرجة الأولى؟ ايه ليش؟ لا ليش؟ لا ما اعتمد على الدرجة الأولى لعيش يعني؟ لا بعدين أمتوني عملت كل شي بحياتي يعني يعني دربت منتخبات كلها تقريبا الناشئين للبنات كان فيه شباب منتخب شباب على الزماننا كمان ومنتخب الرجال والأندية تقريبا أغلبيتهم مرنتهم وخلص الحياة يعني اليوم دورك بكرة بيجي غيرك هاي طبيعة العالم يعني كان لك فضل على كتير من اللاعبين؟ يعني فضل بداك تقول ساعدت ما بقول فضل يعني اللي فضل على حدا لا اللاعب هو إذا لو إجل عندي متعب على حاله كمان هو لوحده ما راي يصير لعيب أنا لما أقول إلك فضل يعني بقول بمحل أنت قدرت بمحل معين جيب لعبين على الباسكت بوقت أنه كانوا بعاد عنه ايه طب مش بعاد يعني أنه ساعدتهم يلعبوا باسكت ويعملوا وصيروا نجون في كتير يعني ما رأى مين بدك؟ تعرف كتاب بحضر شغلك كتاب بحضر حلقة زميننا توني بارود مع أسطور أسطور كلبسال البنانية والعربية فادي الخطيب حبيت شو حكي عنك فادي؟ أنا حبيت توني بارود بهالبروغرام الحلو تابعه كان ميز واكيد بحبه كتير لتوني وفادي كمان ابني الصغير سمعت شوال عنك فادي؟ دايما يعني بعرف فادي بعرف شو بيحكي عني كيف العلاقة مع فادي؟ فادي علاقتنا مثل تلاخ مثل ابني يعني لو كان بعيد لو كان قريب لو كان هذا خلص شغلي بالدم يعني شخص متل ما أقول ربي عندي كذا سنة كنا قراب كتير بأهله بايه أمه أخويته يعني كنا كتير قراب فترة وقت كان يلعب بس هلأ الله يوفو ويعيد دبي بس بنحكي من وقت لوقت ديما يعني بعتلي وقت بعمل حلق ببعتلي بسمعه برجع بقنا ببعتله وهيك الشيء يعني الله يوفو وفادي نجح باللعب ونجح هلأ كمان بعيلته أهم شيء شوف التقارب العيلة اللي كتير حلو أولاده قال له الله يوفقهم بكندا كمان مستقبل اللعبة بشكل كبير أولاده أكيد لأنه أول شيء بيهم عارف شو الطريق اللي لازم يغدوها وهنين عندهم الباشنط طبع اللعبة وجسم حلو طول حلو ما نعصن شيء بكنا حوال اليوم فادي فادي هو أسطورة كرة سالة لبنانية والعربية أكيد يوم باسكتبول من بعض فادي القطيب شوف هلأ ما في الباسكت راح يضل في باسكت ما في هذا هلأ عبطلع عنا نجوم جديد عبطلع دايما هذا وفي نجوم برا راح يجو كمان إن شاء الله بيضا بيطلع بس أنا دايما بقول لهم لليوم لليوم مثل فادي ما مرأ على الباسكت لبنان يعني اليوم صعب تلاقي واحد عبيلعب كل المراكز يعني فادي بيلعب بوينت جارد بيلعب شوتينج جارد بيلعب تري بيلعب فور بيلعب فايف ظهروا للباسكت بيلعب بياخد بوست تحت البانيين يعني عنده كل الموفز اللي لازم يتمتع فيها كل اللعيبة يعني إذا أخدت سنتر فادي فيه يعمل مثله إذا أخدت شوتينج جارد فادي شويت إذا أخدت بوينت جارد فادي بيقدر يطلع الطابق هذا اللي بيميزه عن اللعيبة اللي هلا عبتطلع عنا لعيبة كتير حلوين وعبيلعبوا كتير كتير منيح يعني شفنا واقي العراجي عبيقدم مستوى كتير حلو أمير سعود لو مبارح ما كان الضابطة معه يعني ما بعرف ما لعب منيح مبارح ضد الوحدة بس أمير أمير بحبه بحب اللو لعبه زكى زكي بالملعب بس هول اللعيبة ما فيه يلعبوا فايف پوزيشنز يعني فيه يلعب أمير ون بيلعب تو بس على الفور والفايف ما فيه زيت شي بالنسبة لوائل يعني الله عطيه له فادي الجسم حلو وما بيكفي لأنه جسمه منيح بس هو يعرف يلعب تحت بنيه وعرف يلعب بره وجوه ويلعب بره عرف استثمر جسمه بطريقة مش استثمر تعب على حاله فادي فادي اللي ما بيعرفه قديه تعب فادي تعب ما اوصل لهون بس لأنه هو موهوب لا الموهبة منيحة بس ما اشتغلته تعبت عليها ما بتعطيك فادي تعب على حاله كتير يعني معلومات عن إذا فادي عنده جيم بروح تقريبا قبل ثلاث ساعات على الملعب بيعمل الحديد قبل الجيم بعدين بيطلعب شوط تقريبا ساعة حتى يلعب الجيم هلا ما فيه ولا لعيب بيعمله ولا واحد أنا باعرف بيعمله وإذا فيه يقولولي لأنه بمبسط بس بعرف فادي بروجرامه كان مفوّل وتعب على حاله كتير لوصل لهالدرجة هاي وصرنا نسميه اسطورة وبالفعل بالفعل فيه شغلة تانية كان اللي هلا ما فينا نقول عنها إنه فيه حدا مثلهم كان فيه فادي الخطيب وفيه قليم شنتف كنا نقللهم صنائي هلا إذا بقللك مين الصنائي بلبنان بتفكر أهه بصير تقللي وائل وأمير سعود ما بتركب مثل المشنتف وفادي يعني كانوا ريكبين مع بعضهم بشكل حسطوا على كتير القاب لعبوا كتير منيح مشنتف كان على الكلتش عطي قلبه قوي كان يحط كمان كان يلعب تحت ويلعب بره مثل بالمبي اي خلص عصر المشنتف اجي عصر فادي الخطيب وفادي عطانا شي ما كنا نشوفه بالباسكيت بس كمان اليوم انت بتدرك تحكي عن الرياضة بتدرك تحكي عن نجوم الرياضة كلهم أكيد اللي سلسلة على القابة متواصلة الفريق الرياضي هذا غير بحث عم نحكي على اللعيبة نحنا هلا بدنا نحكي على الفرق فريق الرياضي هو فوق فوق الكل والباقي يبقى الافضل اللي بالمنطقة بيقول مهكولي فريق الرياضي اكيد هلا حاليا يعني حسب المنطقة شو بده تقول ايام انه غرب اسيا ولا اسيا اللي حكي بغرب اسيا ايه غرب اكيد نحنا افضل هلا الرياضي فريق توب مافي هلا بالنسبة لبطولة الوصل انا بتوقع على جورغان والرياضي يصلوا على الفينال لانه غورغان كمان عبيلعبوا لعب بياخد العالم تمشيت طابة بريب القليل عبيتحركوا بس انك اللعيبة ايرانية عبيلعبوا كتير نيع ولعيبة الرياضي عب كل واحد عارف شو مركزه بالملعب شو لازم يقدم للفريق وعبي قدموا حتى يعني يوم ماني هارس كان كتير في انتقادات عليه من اول ما اجع على الدورة رجع ماني هارس بدورة دبيا الدولية فارجة صورة ماني هارس العائقية يعني بتحس بالرياضي مش بتحس هاده على اكيد بالرياضي كل لاعب يعرف الرولتة بقولوا كل لاعب تطلب منه شي بينزدع منك يا الارضة والحلو انه قبل كان فيه شوي من سنة وشوي كان فيه لعيبة يخلوا الطابة كتير معهم هلا عب تحس الموفمنت الحركة تبعيتهم بلا طابة عب تكون كتير منيحة يعني كل واحد هايك عب يفوت بيعطي اللي لازم وهايك عامل شغلة جديدة السنة ما كنا نشوفها عب يقص كمان على البانية صير اكتر ديفنس تبع كريم زينون وعلي منصور لا يعلي عليه كتير كتير منيح وائل عراجي عب يدير الفريق صورة كتير منيحة امير سعود معروف زكي كتير وبيطلع بياخد الشوطة من قدامك ما فيك تعمله شي مين بيعنا اسماعيل احمد خبرته خبرة مدرب يعني عب بيلعب هالوقت الاصير بس عب يعمل اللي لازم يعمله عب يفوته بحيد الفريق كتير كيكانوفيتش انا براي احسان سنتر اليوم بلبنان ماني هاريس ماني هاريس يعني بدنا نقول لانه كتير منيح كتير منيح ما بيغلط غلطاته كتير قليلة بالملعب وبيعمل اللي لازم يعمله بحط اللي عايزينه الرياضي فريق الرياضي كله كتير وثاني سككيني الثاني عبيعمل اللي عليه كتير عبيكون قوي بالديفنس و لازم يعمله عبيعمله يعني يراكبين كلهن وما بظن انا الرياضي بيغيره ولا لعيبه وانا محلهم ما بغير يعني ببضلني هيك لانه الكيمستري اذا غيرت راح ترجع تفوت بي يتفق مع الفريق وترجع تركب الكيمستري يلعبوا مع بعضهم الفريق ريكب وما نقصه شيء كوتش اذا بدقان تقل معك شوي للمبارات المرتقبة النهار الاحد بيروت حكمة مبارات راح تلعب بملعب غزير بقاعد عمهان شوي شو توقعتك للمبارات وكيف منحل انه يكا بالمبارات تحديدا فصلا انه بيروت عمضون منظام حديث لانه لصفوفهم الكمانة اجنب جديد فيها حساسية المباراة لانه عندك لعيبة كانوا بالحكمة صاروا بيروت هاي الحساسية بس لعيبة كمان فيها افوانتاج للقصة انه حافظين بلعب غزير يعني عندك علي مزهر وسيرجو الدرويش وكليف وكليف اليكساند ذات القصة وبيعرفوا الجمهور يعني ما راح يخافوا لانه الجمهور جمهورهم بالأساس مين راح يربع صعب يقوله لسبب واحد انه الفريقين اللي اليوم مع بيقدموا لنا المتوقع منهم ابدا هلا في حماس كبير بده يكون عند لعيبة الحكمة يردوا الصورة تبعيتهم انه لازم بس بذات الوقت بيروت باي لحظة فيه يربع والحكمة فيه يربع يعني انا بعطي 50-50 للاثنين ما في هون الجمهور يأثر لانه المعودين عليهم مش رايحين بالنادي ما عنده جمهور او انه راح يأثر لا هدا جمهورهم لعبوا عنده بيعرفوه علي مزير لعب كذا سنة هوني 50-50 ما بطوع حالا بس شو اللي بيخلي الافانتاج للحكمة ربح المبارات وشو الافانتاج لبيروت يربح المبارات عشو اللي بيركزوا اتنينتهم ما يعلكوا الطابة الحكمة كثير وما يعملوا تجوا شوت يعني اللي عم نشوفوه بالحكمة ما عم نعرف شوت طريقة الهجومية ياللي عم يلعبوا فيها وبعدين حركتهم بالملعب بس مع الطابة سوري بدي يلك شغلي اليوم البسكتبول هي اللعبة بلا طابة يعني ازا بنعمل استدستيك ونشوف اللعيب بالمباراة دي بياخد طابة بياخدها يمكن عشرة بالمية التسعين بالمية من الوقت بيكون عبيلعب بلا طابة اللعيبة الحكمة عبيلعبوا بس وقت معهم طابة يعني عبي يقدموا عشرة بالمية والتسعين بالمية ناسينا بدك تعمل ديفنس منيح بدك تتحرك بلا طابة بدك تعمل ريباوند بدك تعمل بوكس اوت بدك تعمل هيل بدك تكب حالك على الارض بدك تلعب بقلبك هدا البسكيتبول مش ازا انا بس معي طابة معي طابة ايه ازا لعبت دقيقة بتجيني الطابة لنقول عشر ثواني عشر ثواني ما معناتها لعبت بدي يلعب انا تسعين دقيقة تسعين بالمية وانسى العشرة العشرة مما ممكن بيلعبها هدا عن فريق الحكمة فريق بيروت مع بيلعبوا منيح ليه ما بعرف يعني اخر كام جيم شفتن انا وحتى بدبي ما كانوا منيح مع انو فريقهم كتير منيح يعني عندن علي مزهر بونت جارد منيح بدو شوي خفف عصبية سيرجو عا بيلعب منيح علي حيدر هو علي حيدر لأجانب مش عاطلين يعني كليف أليكساندر كان لديك السنة مجنن بس مع بيلعبوا مع بعضن يعني في شي ناقصن فهم كيف بدن ي يعطوا مجهود اكبر بدن يعطوا مجهود اكبر بدن يرجدوا اكتر بدن يخينوا اكتر عالطابة يعني لازم يحطوا بيعلن كل طابة بحق مصاري ما يستخفوا حتى يرجعوا بس القصص هولي اللي أنا بقولون يعني غير شي المضربين بيعرفوا أكتر مني كل واحد عنده فريقه يعرف شو لازم يوظفهم فريق الهومات من السنة تعذيلات على صعيد الفريق بس كيف إلايجا هولمن عطيهم شخصية جديدة صاب إلايجا هولمن جبار يغير الروح على أجنب جديد كيف شايف فريق الهومات من مع مدرب جوم جاعس هولمن ما أظن لأنهم صاب غيروه يعني هولمن ما في يعطيك أكتر مع أجداء بالجيم على وزنه مثل سبيلمان ما في يعطيك هلا جيبوا أجنبي الجديد أكيد منيح أوكي وعلى أردهم اللي هومات من كتير صعبين الملعبون تعرف ملعبوا بسكت حلو هومات من السنة الجمهور عبيلعبوا بسكت أحسن من ما بلشوا السيزن بيتطور الفريق طور الفريق بيلعبوا منيح خصوصا جيرار شو عم بيعمل كمانا؟ خصوصا جيرار السنة توب يعني ما فينا نحكي عليها بلعب بأدنى مستوى كتير قوي اللعب جديد كلهم يعني أول مرة بيلعبوا مع بعضهم عندهم غاري وعندهم جيرار وعندهم جاد وجيمي كلهم هدولة تقريبا أول مرة بيلعبوا كفريق مع بعضهم بالإضافة للأجانب الآن دايا وبالأول جيبوا هوج رجعوا فل هوج جيبوا هلأ هولمن زاك ركبت بس زاك زاك ركبت بس زاك كل عالم بتحبه لزاك أنا ما بحب اللعب بيلعب لوحده زاك بيلعب لوحده يعني بده الطابة هذا اللاعب اللي بيلعب مع طابة ما بيلعب بلا طابة زاك بيلعب بس معه الطابة بيلعب إذا ما معه الطابة ما بتلعب يساعد رفقاته اللاعب المنيح هو يلي بيخلي اللاعب اللي معه يلعبو منيح مش أنا بلعب منيح والأربع ما بيلعبوا منيح زاك عبيلعب كتير منيح لوحده عبيلعب كتير منيح لوحده بس عبيعله كتير طابق لازم شوي تكون باسيته أكتر حركته أكتر بالملعب ولا هو كسكيلز ولعب وانون وان يمكن أحسن واحد هو بس أنا بحب بلايك تبع الأنترانيك أكتر تبع شانفيل أكتر اللعيب خيري لعيب زكي أول شي بروح يمين بروح شمال فيه شوت وغد بقص مين ما طلع عليه التاتش تبعيته آخر الفاينل تاتش التاتش تبع قوي لعيب وعمخلي اللعيبة كلها تلعب منيح صباح خوري اليوم سنيكا مدبت عبيقدم السوق منيح يعني اليوم صباح ركب فريق حلو عمل انسيجام حلو الإنسيجام بيّن أنو اللعيبة مبسوطة على كلام آخر شي جيب إليرستون ساعدون كتير لأنو خبرتهم ضربة معلم إليرستون إيه ساعدون خبير وكان لازمونيك لعيبة والبقية كلهم عبيقدموا بستوى منيح بطريك بوعبود عبيلعب منيح جابريال عبيعمل ديفنس بس جميعا ما عبيقدم فيه المفروض شوي يشتغل على مش ما نقصو شي نقصو يفكر بس إنو لازم اشتغل على الشي اللي أنا قوي فيه بس يعني بيعطي مثل رودمن وقت كام شيكاغو وكان يحطنا قطتين بالجيم بس يوبا تكزة مليون لأنو شغلته ريباوند ويساعد الفريق بالديفنس جابي مفروض هو يفكر بها الشي هذا إنو أنا الرول تبعي ديفنس والبانية بتجي لوحدة ما بدي فكر فيها عمو اللي شي قوي فيه وقت بدك تقص على البانية انت لعيب بتنط كتير إيدك بدك تضله فوق ما بيصير تقص وتنزل الطابع لتحت بتصير طولي ليش طولك مترين واثنين وعندك هالجامب القوي بدك تطلع فوق اللعيبة يعني في كزة شغلة لازمة ده أنا قريب منه كتير لقابي يعني بس وقت بلشت طولي ما بايجي لعندي فمت قبل كان يتمرن عندي بس وقت بلشت ما بايجي لعندي ومعبع كيبه لأمور معه إذا بدأت انت من الشانفيل لروح على فريق الهوبس بتعديلات كبيرة على صحيد الفريق بيطان ندرب تغيير على صحيد ندرب منتقال من المدرب زياد المطور للمدرب آرن أباز ثلاث لعبين اللي بجرب الفريق قدوا مباراة جيد جداً أمام فريق بيروت سوفار كيف شايف فريق الهوبس فريق يعني اليوم بوقت صارت البطولة ثلاث أجين هيدو إذا جبت ثلاث أجين هيدو يعني صار فريقك منيح عندك بيت صباغ اتنين الأخوين عبدوا على عبي قدموا مستوى منيح وعندك بايت اللاعبين بيخينقوا وحافظين الرول تبعون ووجه ألان أباز هلا زيد انو عبي لعب بريس أكتر زون بريس وهل عبي غير بالسيستيم مع أنو هنين ربيانين على الأشياء الهوبس يعني معروفين بالسيستيم طبعاً بيطلعوا دابل تيم كل الملعب فهمت كيف وبيلعبوا زون بريس و بريس وهذا بقى فريقهم كتير منيح بس عملوا شوي دعسيد غلط بالأول لأنو فريق شباب صغار فريق وليد نادي هذا الهوبس عادة هيك بيكون يعني ما جاسم بعرف انو ما عب تطلع بده ياخد البطولة أكتر ما أنو يعملوا نتيجة مقبولة يكون مبسوط منهم وعب يعملوها ما هذا شي منيح صراع لبسكبول أكيد كل شي عم يعملوا جاسم بالمحال منيح له لأنو جاسم ما بيفوت بقضية بدي يدفع مصاريف انو ضد عقله هو يعمل أكاديمي وعب اشتغلت انو أولاد الأكاديمي يطلعوا يلعبوا عنده بدرجة الأولى وهذا مخرج كتير لعيبة يعني يعني علي منصور بزن كان عنده كريم زينون كريم زينون كان عنده جيو قطع بفترة عنده جيو رياضي كان أكتر يعني بس انو خرج لعيبة كتير هو جاسم جوي زال أومم يعني مجراء ابنك يعني من الموسم جيد جدا مع فريق الأنسائي عم الشغل منيح جوي جوي هذيك السنة يلعب كتير منيح مع الهوبس وهذه السنة يلعب كتير منيح بارع عمل مبارات ممتازة أكيد 16 نقطة بارعب المبارات تسعة ريباند يعني وقت واحد بوينت غارد بيعمل تسعة ريباند يعني عبي عبي عمل شغله منيح بالديفنس أو أوفنس عبي لحق طابي طبعه عبي لعب بلا طابي يكون الدار فريق أكيد بس وقت لازم لازم يكون بيعرف يشوت وبيعرف يقص جوي ليدر بالملعب أكتر ما هاي شغلة قليلة يعني بتشوف عالم تطلع تلعب بوينت غارد بس منهم ليدرز يعني جوي إذا حتيته بره بيين فرقه بالفريق وقت عبي يلعب تحسه كامش الفريق كله وقلو عبي يلعبوا متل ما لازم يلعبوا مرتاح سيني معناس أي جوي مرتاح جوي يعني وين ما حتيته بيركب فمت علي؟ إنه بعرف إنه هو قريب من القلب كتير ودايما مع اللعيبة ما بحاول يشوف حاله عليهم أو معه هشام بيلعب صلو كذا سيني معه ودايما كل الفريق بيكون بعقليت الكبير هو جوي فمت كيف إنه بيرعى الصغار بالفريق وما بيعيت أحده ولا بيزعي لحده يعني بيعطيهم موتيفيشن جوي عبي قدي مستوقتي أنا مبسوط يعني بدي أخذ رأيك بالبطول السنة صوفار عندك بلاعب مستوى ممتاز ثلاث أجانيب مع فرق عندها أجنبيان زيد واحد مباريات عندما تكون متقاري ما في مباراة عندما تتداهي بفارق كبير بطولة لبنان اللي كرة تسلي هدا الموسم كله هلا أنا بالأساس ضد ثلاث أجانب بالأساس يعني إنه فريق يلعب ثلاثة فريق يلعب اتنان أو ليست اي او أنا هقولي كلهم ضدهم يعني إنه أول شي خلي النادي يشتغل وطلق لعيده ثاني شي أنا بدي اللبنانية يلعبه ما بدي الأجانب يلعبه عم نشوف مستوى منيع لو قد نحكي بالشانفيل نقول بلايك إبراهيمة توماس بنحكي وآرتس بنحكي بالرياضي ما بنحكي زيت الحكيم عم نادر نحكي ع كل الأندية إلا بنادي أو اتنين مثل الرياضي بنحكي على وائل وهايك وعلي منصور وكريم زينون هؤل الوحيدين اللي عم نحكي اللبنانية إلا بهمات من ما بنحكي عن جرال حديديان وخد خليل وجيمي سالم مش قد الرياضي وفي بيروت بتحكي على حيضة برافو وبقيت لأندي وعندك بالحكم بتحكي كمان اليوم عن لعبين لبنانيين موجودين بتحكي عن أحمد رهيم بتحكي عن كريم عز الدين بتحكي عن عز عبدالنسيح أنا كريم عز الدين ما بحكي عنه أبداً ليه؟ لا ما عبيلعب منيح أبداً ليه ما عبيلعب منيح؟ شوفوا ما بتحضر الجيميات ترونيو؟ يعني واحد بطوله وبيعرضه هذا مفروض يكون أحسن عبيلعب أحسن بكتير أنا كعز الدين أبداً ما شيفه عبيلعب منيح أبداً أنا اللي شيف عبيلعب منيح هنن بوبو عبيلعب منيح وعزيز هو اللي عبيلعب منيح اللعيب اللي بيلعب هو اللعيب اللي عنده استابيليتي يعني خطه البياني ما بينزل وبيطلع يعني ماتش بيعطيني عشرين نقطة تاني جيم بيعطيني نقطة عنده خط بياني فادي الخطيب بوقت كان يلعب قبل الجيم أي مدرب بيعرف أنا عندي ثلاثين نقطة من فادي الخطيب خلص وفادي ما كان يطلع وينزل مستوى هيك مشانت في وقت كان يلعب كمان خطه بياني معروف شو بدي يعطيني أحمد براهيم ما بتعرف شو بدي يعطيك فيك تقلي تتوقع من أحمد براهيم ما شو النقطة بالمباراة ها تتوقع من أحمد عشرين نقطة ايه بس كام شوط عبشوت مخطف عدد شوطاته محسن كتير بشوط ساركشن اخر مات شو عمين ما في هذا المتوشة كلها لازم يكون متل بعضا كريم عز الدين شو عب يعمل شو شو استادس طبعاو أنا رأيه زفط صراحة يعني أنا بلعب سيكويك محله لو غير بوزيشن يعني بس على ليلي في واحد بيخيني واحد طول وعرض وادا وما بلعب نيح ما بلعب نيح بس اسمه كريم عز الدين مين الأفضل على صعيد لعبين حاليين بالدورة المحليين أول شي الرياضي كلهم بدون استثناء يعني حتى الطبارة فمت عب ينزل بيعمل كل اللعيبة اللعيبة الرياضي عب العب نيح عندك بعدين أكيد علي حيدر وسيرجيو وعلي مزهر هو جيرار ما تنزل هاي عب نحكي على بيروت هوني في عندك جيرار جاد خليل عبي لعب نيح جيمي ما عب لعب نيح جيمي هذيك السنة كان عب لعب أحسن بكتير السنة ما عبي قدم مستوى وهذا السبب اللي بقلق عليه انه هتكون اللعيب الأجنبي بالملعب بدك تعرفه منيح بدك تشوف اللعيب اللي معه إذا لعبه منيح يعني هو منيح إذا اللعب هو منيح يعني وبس معناته لا جيرار أكتر القويات عب تحرك بلا طابي منيح صاير أكتر من قبل عشانيك عب مجبورين يعطوه باس وعب يلم طابيته هو وعب يعمل بلاك شوت عب تحرك كيما ديك السنة كان عسن لله أكيد عسن لله مين في عنده غير غير الانطونية ما عبي عدمو سيزن كتير منيح ماعرف فاق أكيد وعيما شغل كتير كويس رالف الأجنب تبعهم كتير منيح العيبتهم براين منصور عبي لعب منيح جانلوك عبي لعب منيح عاصي وجانلوك ما عبي لعب كتير بس وقت عبي لعب كتير منيح بالنسبة للنسا عندك هشام الحلو عبيعمل ديفنس كتير منيح مبارح طلع خمس فولات لازم ينتبه علي ونهول لانه بطلعته فلت بلايك كتير هو الوحيد اللي شغلته ياخد الاجنبي بالديفنس هي اثرت على نسا مبارح كانوا ماشيين منيح جوي عبيقدم سيزن كتير كتير منيح مين فيه كمان غير فرق ما احكينا عنهم انترانيك ما احكينا عنهم بعد انترانيك عب جوجو عامل شغل كتير منيح الجينبو كتير منيح يوسف غنتوس عبيقدم سيزن بياخد العال عندك كمان مع يوسف مين فيه مع يوسف شفت كيف مش بتضيع بس فيه اسامي معروفة انه هول اللبنانية عبيلعبوه انترانيك عندك يوسف انتوس بالعبنية سليم علاد دين بلش منيح احمد عكاوي عندك جيني نخلة بالانترانيك كمان ادوارهم قليلة بس اللي هيك بتشوفه مبين هو يوسف انتوس بس بتعرف الشي البوزيتيف بهال يعني كنا البطولة حلوة و كمان بلس هاللاعبين لبنانيين عم ينحطوا محال يحتكوا مع الاجانب بالتمرين وبالبطولة بعد يجبرهم هدا الشي عالو الانتنسيتي عالو تمرينتون عالو الانورتي على الارض و كنا عالو نلعب نحنا بأجنبي واحد او بلا أجنبي بننسى نحنا انه كان طولتنا كتير حلوة وصار عنا منتخب حلو بس كمان المنتخب كان الو دور مضوع ثلاث اجانب والاجنبيان تحتك فيهم اكتر بحتك بروح بلعب ضدهم بروح بلعب ضدهم يعني بعمل منتخب او بفرقنا لازم تروح تبلش تلعب مع برا الاندية تبعيتنا لازم تروح تلعب مع برا مثل ما عا بيصير مثلا نروح نلعب دورة دبي بطولة وصل بطولة وصل بس مش كل الاندية عال تحتك يعني عنا فريقين ثلاثة بيروحوا والباقية نايمين عنا سبع نوادي هون بيعدوا تفرجوا بس اذا بدنا نطور الباسكت تبعنا بدنا نطور لعبتنا نحنا اللبنانية بالأول نحنا عنا كل المراكز معنا ما عدا المراكز طويلة بالمراكز منيح بس وقت عا بتلعب مع اجانب بالملعب اذا شلت فريقين ثلاثة الباقية كلهم اعتمدين بشكل كبير على الاجنبي يعني بتلاقي عا بياخد طبيعطيه للاجنبي معا بقى وزا شاطى برا وزا شاطى برا بيزعل كتير لانه بقلو المدرب او رفيقه او الاجنبي عطيني اياها انا بشوتها ليه عا بتشوت برا ما عا بيعتمدوا على حالهم هون صار الاعتماد على غيرهم هاي القصة اللي انا تفكر فيها يعني بحب انه يكون الاعتماد على لعبتنا هنين هاي الخبرة يعني اليوم بدك تروح تدرس وتروح على الفحص اذا رايح على الفحص وفيه الاستاذ زوايف عبي نقلك بتعمل منيح بس اذا انت رايح على الفحص درس لوحدك ورايح تقدم فحص لوحدك هدا اللي بيعطيك بتصير احسن مباراة الحكمة وبيروت بدي منك توقع حكمة بيروت ايه توقع عابل لك اتنين هن هلا هلا اتنين هن عابلعبوا انا بدي ميشيل حيك من رزق الله زيناهم ما في ميشيل انا معا لا لا بس عابل لك مفروض ايه مفروض انا اتنين هن عابلعبوا منيح يعني لو عطوني شي من دورة دبي لليوم كنت بقول انه اخر ماتش بيروت رايحين يخسروه كانوا مع الهوفس يمكن لعبوه رايحين يخسروه يعني اكيد رايح يكون الضغط عليهم اللي هونيك اكتر مع الحكمة الحكمة عندك سيفز وحدين اول شي نازلين اللعيبة مشنجين كتير لانه الضغط عليهم كبير الجمهور كمان مضغوط كتير ندرب مضغوط كتير في مشكلة بيلعبوا منيح او ما بيلعبوا منيح ما في غير حل يعني كنت سؤالة زالعوم مامين شبع منك مرسي يا انتوني دايما انتظيف محبب ودايما تانكو ديالك على كل شي مرسي على استضافتك وقالله يوفقك وما في مطلعك شكرا لك واذا متابعين عبر نصيتون لبنان هدكت حلقتنا معكم من جيم اند مع المدرب رزالعوم اكيد فيكم تباوة دايما وابدا عبر نصيتون لبنان ملتقانا بالجدد بحل اقادمة الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة